بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الستاتيكا في الشابتر الرابع بعنوان Analysis of Simple Structures إن شاء الله سنطرق فيه إلى دراسة وتحليل الترس في مرحلة أولى ومن بعد ذلك دراسة وتحليل البيم أو الكامرة إن شاء الله نبدأ بالسكشن number one Analysis of Trusses في جزئها الأول بالنسبة لمحتوى هذه السكشن رح نتناول فيها مقدمة على الترس بنعرف أيضا الترس ونمر إلى التكلم على السيمبل ترس وإن شاء الله رح نشوف مع بعض الطريقتين الطريقة الأولى بتسمى method of joints أو طريقة المفاصل نفهمها وبعدين بي نشتغل على مثال عشان نفهمها أفضل والطريقة الثانية method of section وهذه الطريقة أيضا طريقة جيدة رح نفهمها ونشتغل عليها مثال ثاني A truss is composed of straight members connected at joints لو أخذنا مثلا المنشأة المعدنية هذه لو نظرنا إلى السقف فوق رح نجد أعضاء مشبكة في بعض أعضاء مستقيمة straight members بتتصل مع بعض عبر joint أو المفاصل هذوم نسميهم joints يتكرر هذا كم مرة في المبنى لا لشيء لأنه ثناء الأبعاد for the equilibrium of structures made of several connected parts the internal forces as well as the external forces are considered يعني عموما هنا رح تكون في قوة خارجية متبقة على المفاصل تتسبب في قوة داخلية وسط الأعضاء لو مثلا أخذنا العضو A C الفورس P هذه رح تتسبب في ضغط نسميه compression بالنسبة للعضو A C هدفنا في الشابتر هذا أني أحسب كم يساوي الضغط هذا وكم تساوي أصلا القوة الداخلية في كل عضو من أعضاء الممبرز وحدد هل في ضغط أو في شد لو نظرنا إلى القانون الثالث لنيوتن اللي بيقول أنه the forces of action and reaction between two bodies in contact they have the same magnitude the same line of action and opposite sense مثلا لو أنا عندي جسم عليه وزن W رح يتسبب في ردة فعل R الرح تكون عندها نفس المغنيتود بالنسبة للW same magnitude نفس القيمة عندها the same line of action يعني نفس خط التطبيق العمودي هذا وopposite sense يعني اتجاهات مختلفة يعني لو W نزل تحت R رح تكون صعدة فوق لو طبقنا هذا المبدأ على أي عضو من أعضاء الترس زي ما نشوف هنا فيه forces متبقة على النقطة C والنقطة A رح تسير فيه ردات فعل هنا with opposite sense same line of action and same magnitude فبيتسببوا زي ما نشوفوا هنا في ضغط compression موسيقى